بيه الأستاذ هو راه اليوم كان نرجع شوية في التاريخ الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة على ماذا يعني راهنا راهنا على العقل البشري وقالها باللغة متاعه المادة الشخمة احنا راهنا يعني عنا هذه الميزة التوانسة واللي كان يضرب بنا المثل في التاريخ هذا موجود على المستوى العلمي على المستوى البحوث التي تقوموا بها يعني على المستوى البحث العلمي والأستاذ نجمي أكد يعني كلمي لكن اليوم هذه كل يعني التاركمات اللي عشناها بعد 14 جامبي من خلال الحكومات اللي حكمت البلاد في وقت من الأوقات يعني أثرت على مستوى الوظيفة العمومية كانت تذكروا فما بعض الأرقام اللي لابد من التذكير بها لأنه التاريخ أعطينا بعض الأرقام مثل الحديث الأرقام قد دهش بليل سيادين أعطينا بعض الأرقام حتى لا ننسى مرة الأخرى التاريخ لا يرحم ولا بد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي عندك بعض الأرقام؟ نلقاوه اليوم روعة بيت حاولة مأسسة الفساد بمعنى مؤسسات؟ كنشوفوا أحنا المؤسسات لإغراق الوظيفة العمومية بالانتدابات العشوائية يعني وسط التشريعي العام وعن طريق المناولة العدد من العفو التشريعي العام 6839 عون تم إدماجه وانتدابه في الوظيفة العمومية المناولة 54 ألف عامل يعني اليوم ارتفاع كنشوفوا عدد الموظفين اللي تضاعف منذ الاستقلال ب16 مرة هذا معقول يعني إرتفاع كتة الأجور أكيد سيثقل وسأثقل كتة الأدولة أثقل كتة الأولى وأثقل المدنعة الوطنية وأثر على المال العام يعني كيشوفوا ارتفاع كتة الأجور في القطاع العام 660 ألف موظف يعني شيء من ولا الأقل يعني اليوم خلاصة القول بش نقول يعني شو كيفاش كانت تتعامل الحكومات بعد والعباد اللي هذين الحكومات اللي يحاولوا إجهاض يعني مصار الثورة لماذا كانوا يتعاملوا؟ كانوا يشترون السلم الاجتماعية وقت اللي يجيوا يعملوا لهم الوقفة الاحتجاجية قدام المؤسسات العمومية ولا قدام الوزارات يشترون السلم الاجتماعية أمام التوترات باش بهذه الانتدابات العشوائية في وقت من الأوقات في حكومة حمادي جبالي ونقولها ونتحمل مسؤوليتي فيها كانوا يعني يراسلون المنشآت العمومية ومؤسسات الدولة باش يشوفوا مادات تشغيلية منظوريهم ومادات تشغيلية العباد اللي متحزبة معهم ولذا لهم يعني لابد من باش نوقفوا هالطيار هذين ولابد من إيقاف هذه النزيل ربنسي